مرحبا شباب اليوم عندنا الحلقة الثانية من السلسلة التي بدأناها الأسبوع الماضي حيث أشارك معكم تطبيق مجاني على أبستور وتكون فيه مميزة جميلة جدا ويحتاج التجربة تطبيق اليوم جميل جدا أعتقد أن الجميع يحتاجه في جهازه في بعض المميزات المجانية وبعض المميزات الأخرى التي تحتاجوا اشتراك لكن إن شاء الله سأوريكم خدعة جميلة لتحصلوا على المميزات التي تحتاجوا اشتراك بدون الحاجة الاشتراك وطبعا كما أخبرتكم سابقا إذا عندكم برامج تروا أنها برامج مميزة وجميلة وتستاهل ننشرها دعها في تعليق تحت وإن شاء الله سأرى جميع التطبيقات التي ستقترحون وممكن أشارك إحدها في الحلقات القادمة مع ذكرت الأخ الذي شاركها معنا بدون أن نطلب الكلام يلا مباشرة على التطبيق أوكي على بركة الله إخوتي كما تشاهدون هذا هو التطبيق طبعا سأترك لكم رابطه لتحميل مباشرة من أبستور تحت التطبيق فيه العديد من المميزات أتمنى أن تواصلوا المشاهدة لتكتشفوا المميزات المخفية في هذا التطبيق وأيضا كما أقول لكم أشارك معكم كيف تحصلون على المميزات المدفوعة التي تحتاج الاشتراك مثلا هذه وهذه كما تشاهدون فيها التاج في الأعلى تحتاج أن تكون مشترك في البرنامج سأريكم كيف تحصل عليها بدون أن تكون مشترك نبدأ أولا على بركة الله ببعض المميزات الجميلة في التطبيق كما تشاهدون لما تفتح واجهة التطبيق سوف يعطيك من هنا العديد من القوالب الجاهزة التي يمكنك أن تستعملها بصورك وكتابتك تكتف في أي شيء تريد تضع الصور التي تريد فيها وتشاركها على شكل ستوري سواء في الفيسبوك أو واتساب أو انستغرام جميع البرامج التي بها الستوري أيضا يمكنك أن تقوم بعمل منشورات سواء على فيسبوك أو تويتر أو انستغرام منشورات بطريقة جميلة جدا تقوم باستعمال الصور الخاصة بك والكتابات هناك أكثر من عشرون قالب هذا سنتطرق إليه بعد قليل سأوريكم بعض الأمثلة بعد قليل سنقوم بتجربة هذا جميل جدا لكن أريد أن أوريكم بعض المميزات الأخرى الجميلة في التطبيق كما تشاهدون هنا عندنا ريموف هذه الميزة من هنا التي بها المقص ميزة رائعة جدا ستساعدك في قص الصور من الخلفية هنا ستأخذك مباشرة إلى المكتبة سأقوم باختيار أي صورة من هنا أي صورة عليها أوكي قمت باختيار هذه الصورة لهذا الشخص كما تشاهدون وراءه خلفية سيتم قص الخلفية بطريقة احترافية يمكنك أن تستعمل صورك تقصها بطريقة احترافية جدا وكما تشاهدون تم قص الخلفية كلها يمكنك أن تحفظ فقط الشخص تضغط على سيف تحفظه في مكتبة الصور ويمكنك أن تضع صورتك أو أي شيء ليس بالضروري يكون إنسان أي شيء تحمله في يدك أي شيء صورة لأي شيء يمكنك أن تقص الخلفية وتحتفظ على الشيء فقط وتقوم باستعماله تضعه فوق صور أخرى أو تستعمله بطريقتك هذه ميزة جميلة جدا أعجبني أنها تقوم بذلك بطريقة احترافية جدا وهنا في العديد من المميزات التي تجدوها في البرامج الخاصة بالتصميم للصور لكنها تعمل بطريقة رائعة واحترافية هنا يمكنك أن تضع إطار للصور هناك العديد من الإطارات يمكنك أن تطبقها على صورك بطريقة سهلة جدا فقط تضغط وتدخل هنا وارمارك هذا الاختيار سوف يساعدك أن تضع توقيع على صورتك لك لا يسرقها أحد إذا كنت تريد أن تنشر صور على فيسبوك يمكنك أن تضع عليها توقيع من هنا بطريقة سهلة تختار الشكل الخاص بالتوقيع وتقوم بتغيير الكتابة وتقوم بتكبير وتصغير التوقيع تضعه في أي مكان في الصورة جميلة جدا وهناك العديد من المميزات والكتابة على الصور بطريقة جميلة جدا لكن سنمر إلى خاصية الكبيرة في هذا التطبيق وهي القوالب الخاصة بالستوريات سأريكم كما تشاهدون هناك بحر من القوالب هناك أيضا يمكنك أن تجمع العديد من الصور في فيديو واحد قصير بطريقة جميلة جدا كما تشاهدون تدخل على أي واحدة تعطيها الصور التي تريد أن تجمعها المهم سنقوم بتجربة هذه أولا لأريكم كيف تحصل على التي تحتاج الاشتراك تحصل عليها بدون اشتراك سنقوم بتجربة هذه كما تشاهدون تظهر على هذا الشكل يمكننا أن نقوم بتخصيصها على الطريقة التي تريد ونضع الصورة الخاصة بنا أي واحدة تدخل عليها من جميع هذه القوالب اضغط فقط على edit من هنا كما تشاهدون لما ستضغط على edit سيأخذك من هنا اضغط على الصورة وقم باختيار أي صورة خاصة بك سأقوم باختيار فقط صورة تجريبية سأختار اللوغو الخاص بالقناة على هذا الشكل فقط للتجربة ليهم أن يكون كبير سأضعه على هذا الشكل ثم عندك صورة أخرى يمكنك أن تقوم باختيار فيها أي شيء سأضعه مثلا لوغو أبل فقط لتجربة يمكنك أن تستعمل الصور الخاصة بك والصورة التارية أيضا تختار فيها أي شيء سأقوم بوضع على سبيل المثال هذه العلامة الخاصة بالموسيقى فقط للتجربة ثم نضغط على play وكما تشاهدون الآن سيتم عمل جمع تلك الصور ووضعها داخل ذلك القالب الذي قمنا باختياري كما تشاهدون ستظهر بهذه الطريقة الجميلة جدا عفوان سأقوم بالنقصة من الصوت سأقوم بإعادة المقطع كما تشاهدون تظهر بطريقة جميلة جدا وكما قلت لكم هناك المئات من هذه أو للألاف عشرون ألف قالب يمكنك أن تستعمل وتضع الصور الخاصة بك تظهر بهذه الطريقة الجميلة ويمكنك الضغط على save وتحفظها في المكتبة لكي تشاركها من بعد بخصوص القوالب التي بها التاج وتحتاج إلى الشراك سنختار أي واحد على سبيل المثال هذا كما تشاهدون بها التاج من هنا يعني تحتاج أن تكون مشترك في هذا التطبيق الشراك سنوي أو شهري لكن نحن سنقوم بالضغط على edit كما قلت لكم لما تدخل على أي قالب تضغط على edit ثم هنا كما تشاهدون عندنا خمس صور تقريبا سأقوم باختيار خمس صور من عندي أوكي قمت باختيار الصور عشوائيا يمكنك أن تضع الصور الخاصة بك لكن كما قلت لكم هذه الفيديو ستكون تحتاج إلى الشراك كما تشاهدون من هنا في الأعلى لكن لما سنضغط على play كما تشاهدون سيتم عمل الصورة وعمل البروسيس الخاص بها وتجهيزها داخل ذلك القالب الذي قمنا باختياره كما تشاهدون تظهر بهذه الطريقة الجميلة جدا يمكنك أن تختار كما قلت أي قالب لكن لما سنحاول أن نضغط على save من هنا وحفظها سيعطينا هذه الرسالة سيقول لك يجب أن تكون عندك الشراك شهري أو تحمل الصور عندك لكن سيكون بها عالمة مائية ستكون كلها عليها اسم التطبيق لكن كل ما عليك فعله أنت أخي أختي الذي تجرب هذا التطبيق وتريد هذه الخاصية بدون الشراك هو أن ترجع إلى الأول ثم تقوم بتصوير الشاشة بكل بساطة تضغط على تصوير الشاشة كما تشاهدون لما يبدأ تصوير الشاشة تضغط على play وتنتظر إلى حين تنتهي هذه الفيديو كلها حتى الآخر سأريكم ما الذي سأقوم به حتى تنتهي على هذا الشكل ثم لما ستنتهي سنضغط من هنا وسنقوم بتصوير الفيديو بعدما ستدخل سندخل عليها ثم سندغط على edit ثم سندهب إلى هنا لكي نقوم بتأطير الفيديو سنقوم بتأطيرها على هذا الشكل كما تشاهدون إخوتي بهذه البساطة ولن نحتاج لا احتراك سنوي ولا احتراك شهري ولا أي شيء سنحصل على هذه المميزات كلها بالمجان كما تشاهدون الآن يمكننا أن نضغط على دون وستكون الفيديو الخاصة بنا جاهزة بدون علامة مائية ولا أي شيء شكرا لكم على الحب والمتابعة لا تنسى اللايك والاشتراك إذا تزورنا لأول مرة وعندك آيفون دائما ما ستحب الشروحات نلتقي غدا في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة